التصعيد الدموي أكثر في قطاع غزة يمكن أن يحقق له الاتفاق الذي يريد هو الرقيق الآن يمارس الطريقين يعني طريق التصعيد وطريق يبعث برسائل إلى الشعب شعب دولة الاحتلال وإلى العالم الذي يضغط على إسرائيل أن توقف الحرب وتفتح المعابر والقضايا الأخرى المتعلقة برفح يقول فيها أنه يسيطر الآن حوالي 70% من قطاع رفح تحت سيطرة قواته وأنه كما تذكر الدكتور يعني فصيلين أو تشكيلين من تشكيلات المطلوبة مطلوب تصفيتها تم تصفيتها تقريبا في داخل القطاع هذا الموضوع الحقيقة أنا أتفق لكن هناك دلائل على أن هناك تراجع في موضوع الإدارة السياسية والحربية العسكرية للحرب على غزة يعني إلغاء خلية الحرب أو منظومة الحرب المصغرة مجلس الحرب ويعني الهروب إلى الأمام بالنسبة لأنتنياهو للابتعاد بقدر ما يستطيع عن مضاعفات التفاعلات الجماهيرية داخل دولة الاحتلال المطالبة بإيقاف الحرب ومحاكمة نتنياهو يعني اليوم يهود باراك على سبيل المثال لديه تصريح ربما يؤكد هذه الفرضية قال أن إسرائيل ستزول أو ستخسر هذه الدولة العبرية خلال ست سنوات وهذه الخسارة لن تكون بتأثير دول إقليمية بحرب مع دول إقليمية لكنها ستكون من خلال انقسامات داخلية عنيفة تهز أركان الدولة العبرية المضاعفات بدأت ونحن نقول أن إسرائيل رغم الدمار الذي نشاهده رغم التضحيات الكبيرة إسرائيل خسرت الحرب من الناحية الفعلية خسرت الحرب فحماس موجودة وشعب غزة موجود والأرض الغزاوية موجودة وفلسطين موجودة ولم يحدث نتنياهو بكل هذه الإساءات التي تسبب بها لدولته اللقيطة لم يحدث أي شيء يريده أو تريده حتى الكيانات المتحالفة معه إذن نحن أمام مرحلة ربما تشكل المفصل الأخير في المقاومة لأهل غزة اتجاه ما جرى لهم خلال تسعة أشهر الصبر على هذه المرحلة يعني اجتياز الاختبار والامتحان بنجاح وأنا أعتقد أن الشعب الغزاوي صابر بل وربما يحتضن مقاتلي الكتائب وحماس وغيرها لأنه يعلم أنه ليس لديه مجال إلا الصبر يعني واحد كيف يتخيل أنه لنفرض أن الشعب الغزاوي كله وقف ضد حماس على سبيل المثال ما المكسب الذي سيحصل عليه هو شعب محتل في أرض محتلة أمام محتل جبار وظالم وقاسي لا ينفع شعب غزة غير الصمود وغير الصبر وهذا أيضا لا ينفع الإدارة الفلسطينية في الضفة الغربية غير هذا الموقف لأنه في النهاية الإدارة الفلسطينية أيضا مستهدفة وحسب تصريح رئيس وزراء النرويج على ما أذكر يوم أمس قال أن الإدارة الفلسطينية لن تستمر ون تستطيع بنهدد بالانهيار خلال فترة قيبة جدا